منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطع غزة لم يغلق أو يغلق معبر رفح أبوابه يوماً أمام إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين يأتي قرار القيادة السياسية نابعاً من سياسة مصر الراصخة في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المزيد في سياق التقرير على قدم وصحق يعمل معبر رفح لنجدة الأشقاء الفلسطينيين فعلى مدار الساعة لم يغلق المعبر الأهم أبوابه أمام شاحنات المواد الغذائية والإغاثية منذ اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة جئنا ثلاث مرات من هنا بمساعدات بتشمل المساعدات دية أغزية ملابس بطاطين مياه أدوية وهنا الملابس دية جاية من التحالف الوطني ومن تبرعات الأهالي وفي الجماعية جماعية الشباب السكندري وكذلك مع جماعية نبيل الكاتب من دمنهور فشاحنات التحالف الوطني بقافلته السادسة من المساعدات الغذائية والطبية والبترولية والمياه وغيرها من التي تصل عبر مطار العريش الدولي من 29 دولة وأربع عشرة منظمة تتحرك يوميا لتعبر هذه البوابة مرورا لقطاع غزة بهدف رفع المعاناة وتخفيف ويلات الحرب عن الأشقاء الفلسطينيين والأمر هنا لا يقتصر على الشاحنات فقط فسيارات الإسعاف المصرية لم تتوقف عن المرور للناحية الأخرى لنقل الأشقاء المصابين ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية والذي تقطى عددهم أربعة آلاف مصاب حتى الآن تحركات فعلية على الأرض وشهادات أممية ودولية تؤكد على دور مصر الرائد في الوقوف بجانب القضية الفلسطينية كاريم بيبرس التلفزيون المصري